هذا وكان رفض الإطار التنسيقي مبادرة زعيم التيار مقتضى الصدر بإقصاء الكتل والأحزاب البارزة عن المرحلة المقبلة وذلك كحل للأزمة السياسية وقال القيادي في الإطار إنه لا يمكن عزل الكتل والأحزاب عن المرحلة المقبلة من خلال عدم إشراكها في الانتخابات أو المشهدين السياسي والحكومي وخصوصا أن هذه الأطراف لها قواعد شعبية وهذه القواعد لن تسمح لأي طرف بمصادرة رأيها في اختيار من يمثلها سياسيا وبرلمانيا وأضاف أن مبادرة الصدر لن تحل الأزمة بل ستزيد من الخلاف والصراع السياسي فهي مرفوضة من قبل جميع الأطراف السياسية وليست الشيعية فقط فالكتل والأحزاب السياسية العراقية لن تسمح لأي جهة بتغييبها عن المشهد السياسي تحت أي عنوان كان